طب يعني ماذا للنص بتاع الناس ما هو النص صفحة عن دفاع انا جاي عايز اقول حضرتك النص النص بيقول ايه حضرتك وحيث انه عن الدفع الثالثة مردود عليه انه من المؤكد بلا ادنى شك ولا جدال كمسلمة قانونية بدائية ان فصل المتهم عن هيئة الدفاع وهيئة المحكمة بما لا يمكنهم من رؤيتي ما لا يحدث داك القفل هو بقول ان انا لو فصلت بين المتهم وبين هيئة الدفاع يبقى ده غير قانوني لكن هو بيستمع وبيتابع كل ما في الجلسة هو بيشوف المحكمة وبيستمع الى ما يدور بالجلسة ولما بيطلب منه الكلام بيتفتح له المايك وبيتكلف وقالت ايه المحكمة كمان حضرتك وسماء كل صغيرة وكبيرة تدور من منقشات وحجج وبراهين يعني هو موجود في الجلسة مش معزول خليني بس اقول لحضرتك لماذا لماذا تم انشاء هذا القفص في الجلسة الاولى وكان الاستاذ سيد حاضر فوجئنا بكم غير طبيعي من الهتافات ضد الدولة وضد نظام الحكم وعطل المحكمة يعني المحكمة ما كانتش يعني من البداية في ذهنها انها تعمل هذا الاجراء لو لا تعطيل الفصل في الدعوة لو تخيلت حضرتك ان احنا كل جلسة هنقض نهتف ضد العسكر وضد الحكومة القائمة ويقف محمد مرش يقول انا الرئيس الشرعي بالنص ساعة ويسقط الانقلاب ويتحكم ازاي فكان هذا الاختراع ومش اول مرة في تاريخ القضاء الموجود هذا الاختراع موجود لا والقضاء الف حيسياته انه هتافات المتقنين لا يمكن ان تكون تعليمات بعمليات ارهابية بالتأكيد يا فاني اقول لحديثك في بس تاني قالت ايه المحكمة وما يجري وسمع ما قال من في المحكمة حق لا يجب ان يكفر له دون اذن التحدث فيه كل الحق في الحديث ليبدي رأيه يعني هو عايز يقول ان انا بدي وده حصل في جلسة انبارح في قانت القضاء يعني عايز اقول لحديثك وقف المتقنين محمد مرسو وقال كل اللي هو عايزه وقال للمحكمة انا بتعرق وانا هرافض المحكمة وبكل صدر راحب كانت المحكمة سمعها وهو سمع المحكمة مفيش ما يحول بينهم عايز اقول لحديثك فان حقه في الحديث مقايد بسماع المحكمة هو بسمع المحكمة محكمة بتقول يعني هو بسمع المحكمة ومحكمة تسمعها عايز اقول لحضرتك ان الجزئية ان المحكمة هي التي تدير الجلسات وللمحكمة الحق في ان تدير جلسات الاستماع لتنظيم الاحاديث يعني انا عملت ده ليه هو عندي رئيس المحكمة زرار حضرتك جيه دور المتهم محمد مرسي بيدوس على الزرار يقول له محمد مرسي انت عايز تقول حاجة بيقول له اه انا معتقل انا مش معترف في المحكمة وبيفسح له المجال وبيقول كل اللي هو عايزه هي عملية تنظيمية لاستمرار المحكمة وليست لحجب صوتهم يعني هم وصلوا للعالم ان هم محطوطين في هذا القفص عشان ما حاجش يسمع صوتهم لا هو بيسأل ويرد انت عايز اكتر حضرتك لما يقفوا جوا ودفاعهم يقول ان انا جايب لهم وجبة كباب وكفتة والمحكمة تدخله لهم وتستجيب لكل طلباته عايز اقول لحضرتك ان قالت ان المحكمة هي اللي بتدير الاستماع لتنظيم الاحديث وتعطي كل طرف دوره في الحديث لان حضرتك فيه فيه في الجلسة الاولى قبل انشاء هذا القفص ما كانش حد بيسمع حد يعني حتى هو بنادي على المتهم من الاستاذ السيد يعرف الكلام ده في الجلسة الاولى كجلسة اجرائية لازم يتم النداء على المتهمين ويثبت الحاضرين ويغيب الغائب ويسمع ويسأله عن التهمة ورأيه فيها طب انا قعد المحكمة فترة طويلة مش عايفة تسمع حد وهي المحكمة مرضو يا سيد زوائل قالت يعني ان هذا القفص لن يؤثر على حقوق اي من المتهمين خلال المحكمة وانه لا يمكن لأحد ان يعني يماري في حق المحكمة في ادارة الجلسة كيفما يعني كيفما عنا لها مدام هذا لم يؤثر على حقوق المتهمين ولا حقوق دفاعهم والمحكمة اثباتت سلام تجراءات زي ما قلت حقيقة لدخلت في انا عمات وعين عطا لكل من يطال حكمها ولكل من شاهد احداث المحكمات ونسمى كل دفع في غير محكمة ده حيثات الحكم في جزئية معلش عايزة اخيره في الجزئية دي يا سيد لو سمحتني ان المحكمة يعني كان سبب وضع المتهمين في قفص زجاجي فعلى ما بدأ لكل مشاهد للمتهمين يعني هو بيرجع بينا للجلسة الاولى فالمتهمين عزموا على الهزيان بامور منبتة الصلة بوقاء القضية يعني الناس بتتكلم في سقوط الانقلاب وسقوط البتاع يعني ده احنا مشوفناهش قبل كده هوية المحكمة عايزة تقول احنا ما عملناش هذه الاقفاص الا بغرض استكمال النظر القضية لكن لو كنا سبنا المتهمين في القفص المعد خصيصا لمحاكمة مبارك ورجاله ولم نشاهد هذا للأسف الشديد في المحاكمات اللي تمت قبل كده في محاكمات مبارك والبدء في الخطابة السياسية يعني هو بقول احنا ما لجأناش لهذا الا لما استغلوا هذا القفص كمنصة لاطلاق الشتائم والاتهامات والخطابات السياسية باعتقاد ان المتهم الثاني عشر اللي هو محمد مرس العياط انه يخطب في الشعب كرئيس وباقي المتهمين كعمدة النظام الحاكم احنا شفنا المشهد دافق اول جلسة حمد مرسي طلع ويسقط الانقلاب وانا سأحاكم البتاق بتكلم باللسان الرئيس وليس كمتهم في الخطاب احنا دافع الانقاد المحكمة لانه برضو كان في دافع برضو وقال برضو جزئية اللي حالك بتقول عليها اللي هي اسمح له سيد بيه انه ان المحكمة خشت ان يكون هذا الخطاب فيه توجيه الى انصارهم ليحس انصارهم على ارتكاب جرائم كما وانهم سيبنون بهذاينهم هذا الى افساد المحاكمات اما امام الكافة داخليا وخارجيا يعني هو قال ان ممكن هذا الكلام يقر فيه رسائل وتعليمات لارتكاب جرائم وان ده افساد المحاكمات وماشي قادرين نكمل بهذا الشكل افساد المحاكمات امام الكافة داخليا وخارجيا وبعض الاعلام المترصد وربما سوف يستمرون طوال الوقت في سب المحكمة والجيش والمخابرات وفي الصياح والتهليل بقصد تحويل الامر الى فوضى عارمة هو السطر الاخير ده فاندم اللي كان مقصود منه ان المحكمة لجت الى هذا حتى تستمر فيه اجراء المحاكمة وحتى لا يسمع السباب للمحكمة والجيش والمخابرات والتهليل بقصد تحويل الامر الى فوضى عارمة لا يمكن منها السيطرة على الجلسة لذا دعت الضرورة المحكمة هنا بتقول ان ما لجأت اليه المحكمة كان ضرورة لكن احنا لو تصورنا ان المتهمين كانوا عاديين منضبطين بيسألوا عن التهم بردوا ما بيصيحوش ما بيعملوش شغب ايه الداعي ان احنا كنا نتكبد هذه النفقات وهذا الوقت وهذا الجهد عشان نعزل